لا تألو إيران جهداً في تأكيد وجودها في سوريا عبر نشر متصاعد لميليشياتها في مناطق تخدم مخططاتها التوسعية ومصالحها الستراتيجية في المنطقة العربية والشرق الأوسط المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير حديث له أكد أن الميليشيات الإيرانية عززت انتشارها غرب نهر الفرات في الشرق السوري لا سيما في مدينتي البوكمال والميادين قرب الحدود مع العراق حيث لا يقتصر الوجود الإيراني على الجانب العسكري فقط وإنما يشمل جوانب أخرى تتدثر بدثار الأعمال الإنسانية هارباً من الانتقادات والمراقبة الإقليمية والدولية إذا انشأت الميليشيات الأفغانية الموالية لنظام طهران مطبخاً يوزع الوجبات الغذائية على السكان والنازحين ناهيك عن أنشطة أخرى تجارية واجتماعية وندوات ومؤتمرات يراها كثير من السوريين محاولة لنشر أفكار طائفية في بلادهم وبحسب مراقبين فإن إيران تسعى لتعزيز وجودها في سوريا وبخاصة قرب الحدود العراقية لاستكمال مشروع ممرها الاستراتيجي من طهران مروراً بالعراق وصولاً إلى شواطئ البحر المتوسط في سوريا ولبنان بما يخدم كذلك خططها للتعاون مع الصين بإضافة وتأمين ممر بري جديد إلى طريق الحرير ذلك المشروع الصيني الذي يعد الأضخم في العالم غير أن محللين يرون في التعزيزات الإيرانية في الشرق السوري رداً على ما يصفونه باستبعاد روسيا وتركيا للإيرانيين من بعض الملفات السورية لسيما إدلب التي كان الحل فيها ثنائياً بين أنقرة وموسكو رغم الوجود الكثيف للميليشيات الإيرانية على تخوم المحافظة تلك الميليشيات التي لم تجد بداً من التجاوب مع اتفاق سوشي الذي غابت أو غيبت عنه طهراً إيران إذن تعزز وجودها في الأرض السورية التي باتت تزدحم بالمتنافسين الإقليميين والدوليين في حين يغيب الدور العربي الفاعل عن التأثير في القضية السورية وإيجاد حل يضمن للشعب السوري حريته وكرامته ويضمن لسوريا سيادتها واستقلالها